يا مسائل فل على كل الناس اللي بتسمع النجومة في أنف كل مكان حلقة جديدة وجد في العرضة ضيفي النهاردة هو واحد من النجوم الكبار جداً في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر الزئبقي أو ملك الحركات محمد بركات اللي تولد في 7 سبتمبر 76 وابتدى مشواره مع الكورة في السكة الحديد وبعدها تنقل للإسماعيلي عشان يقدم فترة اتوصفت بأنها من أحلى فتراته في الملاعب وبعدها رحلت احتراف في الخليج أهلي جد السعودي والعربي القطري ورجع مرة تانية الدور المصري لكن عن طريق بوابة النادي الأهلي ملك الحركات اللي تسمى باللقب ده علشان سرعته الكبيرة وتسجيله للأهداف الصعبة وكان واحد من أفراد كتيبة مانويل جوزيه اللي توصفت بأنها الجيل الدهبي للنادي الأهلي مع بوتريكا وفلافي ومتعب وشوئي وغيرهم من النجوم الكبار توج بركات مع منتخب مصر بكاس الأمم 2006 وحصل مع النادي الأهلي على خمسة دوري أبطال أفريقيا ده غير ألقاب الدوري والكاس والسوبر لأكتر من مرة في مشواره وكمان حقق مع الإسماعيلي بطولة للدوري وبطولة للكاس غاب بركات عن بطولتين لكاس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر سنة 2008 و2010 بسبب الإصابة كمان بركات كان هيكون السبب في صعود مصر لكاس العالم 2010 لولا فرصته في مطش الجزائر واللي انتهت 2-0 لمنتخب مصر وطبعا الفرصة دي كل جمهور الكرة المصرية لحد دلوقتي فاكرها من ضمن النجوم الأستوريين اللي لعب جنبهم بركات كان الأرجنتيني جابريال باتستوتا وده في العربي القطري ومن ضمن المشاهد اللي عمره ما ينساها هدفه التاريخي في مباراة الأهلي وباين ميونيخ في شباك مانويل نوير سنة 2012 في قطر واللي توصف بركات من قبل الإعلام الألماني وقتها بإنه واحد من نجوم النادي أهلي الكبار فعلا اعتزل بركات سنة 2013 وعمل برنامج للمقالب وسمىه ملك الحركات وبعدها قدم الستوديو التحليلي في إحدى القنوات الرياضية وحاليا بيشغل منصب مدير منتخب مصر الأول وبرغم كل اللي حكيته لحضراتكو واحد من نجوم الكبار اللي برضو مسلمش من الإشعاعات خلينا نعرف من بركات أكتر إشاعة فاكرها وأثرت عليه في مشواره الطويل ونرجعتين كل سنة وأنتو طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية يا رب خلينا نقول إن أنا كمحمد بركات كلعيب كرة زي زي أي لعيب يمكن تلعت علي إشعاعات قبل كده كتير لأن دايما عارفين إن لعيب الكرة دايما إن الإشعاعات دي بتأخذ بنقول حيث كبير من حياته الكروية ولكن يمكن أنا الإشعاع اللي كانت تخص محمد بركات كانوا دايما بيتكلموا في إن محمد بركات فجأة كده طلع إنه بيطعاطى المنشطات طبعا أنا كنت يعني متفاجئ بالكلام اللي تقال بقى دارج فجأة وابتدى ينتشر 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 وما بقتش أنا فاهم أي حاجة في أي حاجة أصلا يعني خلينا نقول إن في البداية كانت الإشعاعات في الصفقة في انتقالي للنادي الأهلي محمد بركات خلص محمد بركات ما عندوش جديد محمد بركات كبر محمد بركات مريض غدة درقية فطبعا الكلام كان كتير وكده والحمد لله يا ربنا كرمني وقدرت إنه ألعب واسبت نفسي فالغريبة إنه يعني كانوا بيتقال أول ده أنا مش هبقى قادر وبعد كده أما لعبت وجريت وروحت وجيت ابتدت الكلام الغار غار سبتدى يتكلم إيه منشطات بركات بياخد منشطات 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 فما بقيتش فاهم أي حاجة خالص يعني لحد ما الحمد لله ربنا كرمني وعرفت هما يقصدوا إيه بالمنشطات لأن أنا فعلا مريض غدة درقية فأنا باخد دواء دواء باخده من فترة كبيرة جدا من ساعة ما عملت العملية سنة 99 فباخد دواء فالدواء دوت عشان أنا ألعب بيه المحافل الدولية على مستوى المنتخب أو على مستوى المغرات الأفريقية للأندية فأنا لازم الاتحاد الدولي يبقى مصرح لي بالدواء ده لأن الغدة الدرقية بيبقى فيها بتفرز مادة السيروكسين وأنا كنت استقصرت الغدة الدرقية فكنت محتاج الدواء إن هو يعوضني واخد الدواء ده بالزبط عشان أكون طبيعي زي بقيت الناس زي حضرتك وحضرتك وحضرته وحضرته فهو ده كان الموضوع وبعدين اكتشفت بقى الحقيقة إن هما بيقولوا إن أنا باخد منشطات على شان الدواء ده فطبعاً يمكن يعني الناس طبعاً ما بتبقاش فاهمة وأول واحد بيقول الكلمة فالناس كلها بتمشي وراه وأعدت فترة كبركات بيتعطى منشطات لحد ما الحمد لله إدننا نقنع الناس في الآخر إن ده دواء مصرح به من الاتحاد الدولي رخصته بتتجدد كل فترة علشان أقدر ألعب به والدواء ده بيخليني طبيعي زي كل البني أدمين اللي موجودين في الدنيا وكل سنة وإنتوا طيبين زي ما سمعنا من محمد بركات نجم كبير وإسطورة واحد من اللعيبة المهمة جداً اللي كل جمهور الكرة مصرية أجمع على مهارته وإمكانياته الكبيرة لكن إشاعة سخيفة ظهرت ولازمته في مشواره والسنين طويلة حاولين فيها لكن لأكتر من مرة بيطلع ويأكد أنه مش هيتكلم ولا هيعقب على اللي بيتقال المنشطات بسبب الغدة الدرقية قبلها كان فيه إصابة مزمنة وقبلها كان فيه أصله مش يقدر يكمل في الكورة وقبلها فيه أصله كبر وخلص لكن إشاعة الغدة الدرقية والمنشطات فضت من أزماء لمدة طويلة جداً لحد ما شرحنا دلوقتي هي لسه بتقال ولسه لما سيرة محمد بركات بتيجي في أي قاعدة بيتقال وقتها آه أصله لعب وتقلق لحد ما بطل كورة عشان كان بياخد منشطات خلينا نقول إن المنشطات من ضمن الحاجات اللي طبعاً بتلازم اللعيبة وساعات بتأثر على شمعتها في الملاعب لكن في نفس الوقت في حالات كتيرة بتبقى المنشطات مسموح بيها وبتاخد تصريح بيها من الاتحاد الدولي لكرة القدم زي في حالة نجمنا النهاردة محمد بركات اللي شرح ووصف الحكاية كانت عاملة إزاي لكن عندنا في مصر الناس دايماً بتدخل في التفاصيل الفنية والكروية والطبية وكل اللي انت عايز تقوله بتقوله إشاعة زي دي ظهرت وتبلورت وتحرفت أكتر من مرة عنشان تلازم نجم كبير زي محمد بركات لكنه من كتر مزهق بطلين فيها شرحنا النهاردة وأكيد أثرت عليه نفسياً في الأول إنه نجم كبير وبيقدم في الملاعب مستويات مبهرة لكن بتقال دايماً إنه السبب في ده هو المنشطات وعشان كده هرجع وقولك لازم تسمع المصدر نفسه نجمك اللي طرعت عليه الإشاعة ما تسمعش من حد تاني ما تعرفش نيته إيه ناحية النجم وما تسمعش من حد ممكن يكون كمان إشاعته وجاية عن طريق جهل بالمعلومة محمد بركات نجم كبير والإشاعة ما أثرتش عليه لحد النهاردة شعبية كبيرة جداً لزقبقي محمد بركات مش بس عند جمهور الأهلي ولا جمهور الإسماعيلي فقط لكن كمان جمهور زي مالك بيحبه وكل جمهور الكرة مصرية بيحبه ملك الحركات محمد بركات دي كانت حلقتنا النهاردة وإشاعتنا اللي جات في العرضة بكرة نجم جديد وإشاعة جديدة وجات في العرضة على نجومة فيان